أعود إلى استوديو هلأ شو مع دكتور عيد عزار دكتور عزار الدلتا شرف على لبنان شو الوضع يعني إذا بك توصف تعطي توصيف لوضعنا وإلى أين يعني بالإذن من وليد جنبلاط إلى أين يقول جي إلى أين بالدلتا إلى أين بالدلتا أكيد أوضح من أين بالسياسي ها هادي أين هادي من الأول تاني لأنه إلى أين بل عم تسمعه شكيرسي بالسياسي كورونا هاين كورونا بحد ذاته فيه ميوتنس السلالات والمتحورات ما فيك تحكي عن كورونا إلا إذا فهمت أنه بغير جيناته واحد من المشاكل الأساسية اللي علاقنا فيها أنه عطول كان له تشبيه بالإنفلوانزا وهي من الغلطات برأي اللي بعدها كمان مكملة لأن الإنفلوانزا هو الذروس الوحيد اللي كنا نعرف عنه قبل الكورونا وصار فيه كل هالعملية التشبيه للإنفلوانزا طبع الإسبانية في 2018 الـ H1N1 في 2009 اللي هي فيه بقلبها فيروس بيجيه بيضرب كل العالم بيعمل مناعة مجتمعية أو الهيرد إميونيتي وبيحل عنه الكوفيد منه هيك الكوفيد فيروس بيقدر يغير جيناته بشكل كتير سريع منشان هيك طبيعي أنه كل فترة وفترة نلقي السلالة جديدة يعني فإذا الدلتا لن يكون آخر السلالات يعني ممكن بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة يطلع عنا سلالة تانية اسمه مش دلتا أنا أطعم الأسامة بالآخر بس هو طبيعي لأنه هو هاك هو كفيروس هاك هو فيروس باي ديفينيشن ما أنه إمينوجين إمينوجين ما فيه مناعة كاملة ضده يعني زل مناخد أباتيت آر على سبيل المثال لذا فيك تعمله مرة واحدة بالحقيقة الفكسين المرأة والفكسين لأنه هذا فيروس خلص مناعتك كاملة ضده الكوفيد وكل عائلة الكورونا ما بتعمل مناعة كاملة بتعمل مناعة بتضل فترة وهي المناعة بتخسرها مع الوقت وهي المناعة الفيروس لأنه عنده هو انترستي يضل يبرم بيصير يغير جيناته حسب أنت شو بتوقف بوجه يعني لشأف من المتحورات السابقة بيّنت أنه استعمال البلازما هو أحد الأسباب اللي خلت الميوتن تسيعله لأنه تبس تستعمل كمية مضادات مناعية عالية ضده مثل البكتيريا مثل العالم معوضين أكتر على البكتيريا بتاخد أنتبيوتيك بسير البكتيريا بتشغل عليها أنتبيوتيك نفس الشي نفس المبدأ العام لهذه النقطة الكورونا كل ما نحن عملنا مناعة ضده بجارب يتحيال عليها كل ما عملنا تطعيم بجارب يلاقي شيء محال يقدر يضغي بس ما بيمنع إنه نصلك بين الملايين إنه وضعنا هلأ أكيد أعلى بكتير مما كنا من سنة أو شيء نعرف شهول طبعا نفهمه أكتر تاني شيء وجود أي نوع من أنواع المناعة أحسب منه لا وجود لمناعة يعني بين الناس اللي لقطوا الكوفيد وبين الناس اللي أخدوا الفاكسينايشن اليوم أكيد الحائط المناعة طبعا أعلى مما كان من سنة لورا تحديدا بين اللي أخدين الفاكسين وبين اللي عاملين كورونا وصح حالا نحنتعلم من الإنجليز أكتر شيء لأنه إنجلترا اليوم هي أكتر دولة فيها وفيها دلتا اليوم 99% من الإصابات الجديدة بين إنجلترا دلتا وعم تحكي بدولة من طعمة بنسبة كتير عالية وأسترزينيكا مع طعمة اثنين فايزر وأسترزينيكا تقريبا بنسبة لبنان نحنتعلم كتير من الإنجلترا عشوب أنا نحن نسقب لبنان راح نشوفه من هلالشهرين ثلاثة راح نفهم كيف لما يجي متحول جديد عدولة بهالمواصفات تجربة البريطانية شو بتقلنا الحالي تقل فيها فيها شغلتان واحد أنه بعد عم يقدر يبروم عم يقدر يبروم شقفة كبيرة من الأشياء الإصابات هي عن صغار السن اللي بعمت طعامه وهو شقفة منه أكيد عند اللي هنه الدجام طعامين صغير الإصابات زادت شوية صغيرة بس اللي بيطمن أنه دخول المستشفيات والوفيات ما زاد مثل يعني لا يقارن بالتجربة الإنجليزية خلينا أسألك سلسلة أسئلة هيك توضحية وبدي جوابات مباشرة لو سمعتني أولا إذا العينات اللي تم فحصها هلأ واكتشفنا أنه في دلتا في لبنان هي عينات قديمة من أسبوعين ومن ثلاثة إذن هل يعني ذلك أنه أعداد الإصابات في لبنان أكبر بكتير من المعلن هل في عدد كبير من الإصابات عم بينغلق بهالمجتمع هي أو أي ارتفاع بعد هذه الحالات بد يكون ناتج عن متحور جديد سنحنا نزلنا في مطرح للمية حالي نزلنا بالمئتين نالا فيك تقول بنسبة ارتياح أو بتقدر ما بفوت واحد يعني شخص واحد معه دلتا ما أدي وفي آخر في مطرح وأكيد كان المطار والبوابة ومثل ما حكينا ممكن ما وعرف ما معك أنت بس كذا مرة أنا حكيت عنه من أسبوعين ثلاثة إلى وراء المطرح الوحيد اللي كان فيك توقف فيه دلتا هو بالمطار بمجرد بلش يفوت فيك تعتبر أنه هلأ اللي فيتين أكتري الإصابات الجديدة لسبة كبيرة منهم دلتا إذن هل ممكن أن نتوقع خلال الأسبوعين أو ثلاثة اللي جايين يعني كانت الإصابات وصلنا للمية اليوم ميتين وسبعة هل نحن رح نوصل للخمسمية والستمية والتمانمية والألف رح نرجع نطلع هنا فيه شغلتان هادي بيخلوك اليوم بيقدروا قداء البيك رح تعملها عالي واحد الدين نحن عن نحاقة مناعي يعني بين الطعب وشغلة كتير منيحة نحن إنجازة بدي سمي إنه فوق الخمسين سنة بأكتريتهم لأنه اليوم موك إن فيك تعمل فايزر وما كنت في لبنان سو خمسين سنة وطلوع إنه ناس تطعموا بنسبة عالية سو هذا بساعدنا وبعد فيه ناس كمان لقطة مش من زمان كورونا سو عندها مناعة يعني فيه مناعة منع عاطلة مناعة المجتمعية طبعا التاني نقطة عنا إياها هي نحن رح نكون عنا ترصد وبيئة يمكن حتى فيه يقول تأخرنا بالترصد الوباء لأنه ما فيك تلحقه الترصد الوباء إنك تتابع الحالات المصابة بمين اخترتت دولة اليوم اللي بتاخد عنا الثاني هي أستراليا أستراليا بسنة 2021 ما ميت ولا حدا من كورونا سفر أستراليا من الدول عملت إنجاز بيترصد الوباء سكرت المطار بس فتحته كل شخص مصاب تلحقه تتابعه تعرف مين صاب مين وخبيب من أوضيب هلأ مجد فتحت البلد فت عليها شوية دلتا ومن وراء تتبعه للحالات طلعت هالخبرية اليوم ماشي بالبلد إنه بـ 14 سنة قداش تتلي أنت لم ترشيش هذه قصة جاية من أستراليا وهذه قصة بتشبه الكورونا لأن الكورونا عنده اثنان إكستريم الكورونا عنده بتسمع شخص ما عده حدا نهائي بالمعدل إذا بك تاخد رقم هيك براسك خمسين شخص ما بيعدوا حدا وواحد بيعد خمسين هذا اسمه سوبر سبريدر إيفنت يعني فيه هاك وفيه هاك مظلوط نفسي عجيب بس بالمنطق أو بالعلم هل فعلا إنه الدلتا بتنتقل بظرف 15 ثانية الكورونا انسى الدلتا الكورونا بحد زيتا الكورونا من متساوية اسمه سوبر سبريدر عال بس يعني عم ينقلنا إنه الكورونا العادية الأوليني كان بدك 10 دقائق أو 15 دقيقة تتنتقل ولكن هلأ المتحور الدلتا ب15 ثانية بيعدل خيبا سادة أخذت على اكزامبل واحد حكوا عنه الأسترالية مثل واحد نقى من مليون شخص خبرية اللي خبرك عنها إذن إذن مش ب15 ثانية حكما الدلتا تنتقل أكيد لا يعني هيد الخبرية إنه خلينا بس ارجع ركز أنه الناس عام لبانيك خلينا نرجع الخبرية نحكى عنها بأسترالية صارت صارت بكيس والأسترالية قالوا عنها نصارت بإفنت واحد وهذا شيء ممكن يصير بالكورونا ولكن لننا قاعدة لا يمكن تعميمه على الكورونا ليست قاعدة إنه الكورونا المتحور لإسمه دلتا ينتقل ب15 سنة منها قاعدة أبدا إذا ما نحكي الناس اللي طلعوا مقارنة بين الدلتا والألفا الألفا هنه في المتحور الإنجليزي إنه الإنجليز وبرها أنه عم تحكي بدراسيات على 7000 كيس أنه تقريبا بين 40% لل60% الدلتا عنده قدرة أسرع على 40% لل60% من المتحور السابق طبعا سأكيد أنشط الدلتا وهي طبيعي أنت اللي عم تعمل ناتشل سيلكشن يعني أنت اليوم حربت بلشت أول شيء بالويلد تايب يعني المدرأ مواحد بعدها يصر عندك بالألف في بقلب متحور الإنجليزي كان الأساس نحن تطور عنه أطلع منه الدلتا عم يجييني كتير أسئلة بالنسبة عن أنواع اللقاحات وقديش مقاومة للدلتا ولكن قبل كمان عندي أسئلة المسافة الآمنة قديش بدأ تكون بالنسبة للمتحور بالمسافة الآمنة لأي جرسومة تنتقل عبر النفس هي مسافة 3 فت تاريخيا 3 متر ونص فيك طولة شوية صغيرة لأنه أكتريت إفرازاتك إذا شو ما كان عم يطلع منك بالسعلي بالحكي بالصريخ بتنزل بمنطقها حول المتر ونص حواليك سوأنت اليوم إذا بدك تاخد قاعدة عامة تاخد المتر ونص على الكورونا والألفة والدلتا والإنفلوانزا وطبعها ما بيمنع أنه الكورونا عنده فيه شغلة بتذكر قصية الاربون بسنا نجع العالم سنة لورا كانت قصية ايربون ومش ايربون شو الفرق المتر ونص سنة لكن شي بتسقط حواليك الاربون بتقحه وبيطلع بطير وبروح مثلا 3-4 مطار لقدام وقتا كان فيه شريعة إذا الكورونا ايربون طلع الكورونا نص ايربون إذا ما نلقي تعمل يعني 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 بأكتريت الحالات هي حواليك وما بيقدر يبعد بس ما بيمنع انه فيه افنس مثل هيدا اللي حكينا عنه الاستراليا 15 سنة بتصير بيكون واحد عرفتين اسمه سوبر سبريدر بس القاعدة انه المترونوس قاعدة اذا بك تاخد قاعدة عامة خليك بعيد عن حيال لحده آمنا بين المترونوس ومترين هلا بيناتنا فيه مترونوس ماشي حال انا مطعم انت شو انا مطعم بس انه فيه فيه مترونوس كمان فيه اسئلة عن شو العوارد نفس وفترة ظهور العوارد ايضا مثل الواعد صاروا معروفين بالنسبة عن الكورونا هادي يمكن نذكر فيهن على السريع اليوم بطلقت الكورونا بياندك اول اسبوع عوارد ومتل هيا الله التهاب فيروسي عادة وزع راس مفاصيل سهل سعلي اشياء كلها متى كانك قريب هادي بتضلك لحديث هون لازم نرجع نشدد انه التشخيص المبكر اساس اليوم هلا بيجي واحد بقول لك تاب البي سي آر مية وخمسين الف انا شغلت الطب مش شغلت المصاري اتفعل المية وخمسين الف لق طريقة انا نفس حسب اي حسب اذا بنعمل بول او عاد السعيد رسميا مية وخمسين الف اليوم لازم ينعمل تضل ينعمل تشخيص مبكر ما بتقدر تتحذر اليوم في طريقتين بالطب في واحدة منهم كتير بتتجرب انه تركز على التشخيص عنا العوارد يعني تجي تقول انه اذا عندي هالعارد وهذا العارد بيطلع معي هالطب خلاص اتعطى الميتسين طب الجديد واذا بتعمل بي سي آر بكتعمل فحص بش بس البي سي آر كل الطب الوبائي او الطب الامراض الجرسومية رايح على فترة قريبة شو ما كان معك معك على حرارة وسهل في نوع فصات تعملون هالك حرارة وسهل في نوع فصات تعملون هاي طريقة التحذير اللي كنا نعملها قبل كنا قبل نقول اذا عليك حرارة تنتر ثلاثة يام اما تشوف حكيم ذكر بعد ثلاثة يام تشوف حكيم يعني حتى العيادة بطلة محل هين لتشوف هايك منه براتيك يوم للتالفين وتاخد موعد وتجي وتصف السيارة وتطلع وتاخد دراء للانشوري ستعمل فحص بيكون صحياتي وخرب رايحين عما حال كل الدياجنوستيك سيكونوا سريعين بيهمنا نشخص نحنا تشخيص مخبري تشخيص سريع ومبكر بي سي ار بالنسبة ل اوكي العدوى وسرعة الانتشار بالنسبة للعوارد وامكانية يعني تفاقم العوارد الدلتا هل العوارد تبعها اقوى من الكورونا العليم صعب نجزم هالموضوع لانه في لحد هلأ شو نمبين ما لك شو المشكلة بالمناطق تاخد داتا الانجليزية اللي هي افضل داتا اليوم فيها شغلتان فيها ناس الغير مصابين الغير ملقحين واني صغار العمر عم بيعملوا الدلتا وعننا هن مطعامين وعم بيعملوا دلتا وهذه دجالي جروب مقصونا شقفتان بس المطعامين وعم بيعملوا دلتا عم بتكون عواردون خفيفة بالإجمال أخف بس ما بيمنع ان في شقف صغيرة منهم عم تطور الأمور باي شكل عم تطور بس بيضل يعني حتى في وصول حتى في وفيات حتى من بس أكيد الله تقارن بالوفيات اللي صارت بشهر اثنين وثلاثة بلندن اي بس هوني مثلا عم بقرأ بالول ستريت جورنل اكيد تكون قريطة انه في وفيات بدلتا ببريطانيا لا اشخاص عملوا الفكسين جرعتين من الفكسين بس اذا بتحسب بهذا يمكن لعطيك القليل في مية وست وفيات بشيك يعطينه الرأة شيئا بالنتيجة اليوم انما كانت تحكي انت بلندن بالبيك انت تحكي لك بألفات الوفيات اليوم لما بختارن العدد مش بس النسب مش انه من اللي ماتوا كان في بس اربعة وخمسة او ستة متعامين بكشوف المجموع الدي مجموع الوفيات ومجموع اشغال العناية الفيئة ومجموع الضغط اللي عملته الكوفيد عند الاخدين الفكسين اخف بكتير عند الكل عند الكل بكتقالين بريطانيا اليوم بس شغلي يعني بس شغلي كمان مرعب انه اذا واحد اخد جرعتين وحاسس حاله او ما اعتبر حاله محمي انه عم بيوصل المسير بالمستشف ما لازم حدا يعتبر حاله محمي نرجع بلشنا الحديث كورونا فيروس بغير جينات وما فيك تعتبر حالك محمي طيب هلا اللي اخذ اللقاح كيف لازم يتصرف لك هلا صار فيها اثنان دي بيت هاي دي في مطرح ارتاحة حتى الركومندايشن الامريكانية عم يحكي قبل الدلتا وقالوا انه اثنان ملقق حين فيون يتعشوا بمطارح منهم هوية وفيون يخفوا المسكات وطبع بعض لانه الداتا هكين بتقول الوقت هلا عند دخول الدلتا ما بعرف زينا نجع نحط برشير على هاي دي بس بمطلع الاحوال خليلك شو هو السيف تعمله بحياتك اول شي اكيد خالد ناس ملقق حين افضل لك من ناس غير ملقق حين تاني شي خليتكون الظهريت كتير صعبة ان عدا بالهوى الطليق بمكان مفتوح مفتوح خف ما السوشل سيركل طبعك يقعد ناس اللي بتخلطون كل مكان وهن زيتون كل ما شانسك اقل كل مكان عندك ضهرات هلا هاي دي هون بترجع اذا بدك تفوتها اذا بدك بالكمبلكس الاسيوي اليوم بتطلع بالصين يعني تعم بتطلع على العيد المية للاتحاد الحزب الشيوع الصين طلعت 70-80 ألف واحد بلا مسكيت بلا بلا البيكين it's impressive انو كيف وهولي اخدين سينوفار مش فائز شي بعد مش مطعمين نصهم او نصهم نش مطعمين كيف الصين كيف الصين كيف اليابان على في دراسات بتقول ممكن جينية محمية هني اكتر بسا ما رح نفوت فيها هلا ليه في بيقولون من 900 جيل اللو وراء 20 ألف سنة صار في شي بيشبه هيدا صار فيه ناتشل سيلكشن للصينيين ممكن تكون هي أحد اللو بتحميهم أكتر نعرف انو الكوفيد مش شغل مبارح بس عندهم ديسبلين بالسوشل لايف تبعون هني واليابانيين يعني انو اليابانيين السيوين ما عندهم هني احنا عندنا اياها طعبيت وارجيلة وارتيف بقى هذا التغيير بنمط الحياة ممكن يكون نهائي ممكن يكون صار عندنا نمط جديد بالتعاطي الاجتماعي مع الناس هل بقى حدا يسلم ويعبط وبوز انت بتقول هياك بس في تس خمسين من العالم ما بيعملوها واكتر بالنسبة للكمامة كمامة برجع انا عبر لك انا شخصية في فترة على شي جمعتها نشلتر للكمامة علق من بعد ما نشوف شوية الدلتا رجع برجع بحسب لنشوف اذا طلعت الدلتا هلقدي عندها قدرة طبره ممكن نضطر نجعل الكمامات اذا ضروري الانتباه لاستمرار التباعد الاجتماعي التواجد بمكان بالهواء الطلق اذا كان مع مجموعة من الناس الاختلاط قدر الامكان بمجموعة محددة من الناس باستمرار يعني سيركل محددة يكونوا ملقحين افضل استعمال الكمامة ايضا بيكون افضل وافضل بالنسبة لموضوع اللقاحات اللي ااخد جرعتين من اللقاح بيكون محمي اكتر من غيره بالنسبة للدلتا بنسبة عاية ولكن مش 100% هذي بيين بالدلتا ان الجرعة الواحدة ضعيفة هذي بس الجرعتين الجرعتين بيحموا بس ما فيش ما فيش 100% بالنسبة للانواع اللقاح يعني عم يجيني كتير اسئلة الى علاقة انه هل الفايزر والأسترازانيكا بس هن اللي بيحاربوا الدلتا او بيعملوا حصان او كمان باقي اللقاحات بشكل عام شو باقي عندك باقي باقي سبوتنيك 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 والسينوفار سبوتنيك مشكلته انه في داتا علي بطريقة بطريقة كنتنيووس يعني اليوم الاساس بقصية الفايزر والأسترازانيكا انه عم يطلع ريل يعني اليوم انت عم تعرف شو مصير بأميركا مطعم ليلة عنا بفايزر سو بتقدر تخبر بناء على ما تعرفه نفس الشيء الأستاذينكا بأوروبا مشكلتك بالسبوتنيك ما في شيء اسمه بعد ما طلعت الدراسة الأولى طبعه استعماله بروسية حتى اليوم ما عنا أرقام لأله خاصة روسية دولة شعبة رفض الطعم أنا بتصور إخير رقم طالعي أو تسعة وعشر مئة من الروس الطعم في شيء كالتشرل ضد الفاكسينيشن هونيك عالتقدير أنه سبوتنيك بيلحق الأسترازينيكا لأنه بنعمه كتكنولوجي بس كداتا ما عنا كتير داتا تتابعه السينوفارم الصينيين كمان عملوا عليه أول كم دراسة حتى الإمارات اللي عند أكتر دول أكتر معلومات عن السينوفارم ما خبرتنا ما كاما إنك ما عندهم هالسقافة أو الكولتور أنه يخبروا داتا دريفن لأنه هنا الدول القليلة اللي في كتير ناس أخذوا سينوفارم وليحقواها بوحدة الفايزر أو اتنان الفايزر مهم مختصر مفيد السينوفارم نعرف أنه أضعاف بس كمان السينوفارم عنده حماية على اتنان أنت بوينت وهذا رح نصلب لها شو اتنان أنت بوينت؟ يعني فوت المستشفى والوفيات أنا برأيي ولا طعم رح يوصل لها محال يلغي كوفيد اللي رح يخلي رح يخلي فيه اتنان أكس أو ثلاثة أكس بالمحاربة كوفيد واحد هي التغيير بالنمط الحياة اللي حكينا عنه للمشوي كيف الـ HIV إجي تخيير الحياة الجنسية اليوم الكوفيد يمكن إجي تغيير لك حياتك الاجتماعية هذه من نسبة للوقاية الثاني أساسي هو خاص بالتشخيص المبكر والعلاج المبكر أمريكا استثمرت هلا مش من زمان كذا مليار دولار بإيجاد علاج حبوب ده الكورونا في ميرك عندهم أدفانسمنت في كذا شركة علاج حبوب بعد ما ينصاب بالكورونا يعني بتتشخص تغير بتتعلاج وهي ده أم تبدو يوصل لعنا؟ هيدا في الميرك المورت مولكيول هلا صارت تتقدمت بدراسيته وسعدي بترجع بتغير لك الطريقة طبعا أنت كيف عم تقري بالكورونا يعني عم بتقلك بدك تتشخص وتعالج ثم بتحمي حالك وتشخص وتعالج وبتظل لك تطعم لا الله يفرجه بالنسبة للفاكسين بالختام إذن الفايزر والأسترازينيكا في دراسات عنهم مش هناك عم بتقولوا أنه هولي بيحموا من الدلتا سبوتنيك بتتوقع أنه يكون أيضا لأنه شبيه بالأسترازينيكا يعني سبوتنيك من سلالة الأسترازينيكا كتقنيا كتقنيا السينوفارم بتعتبر أنه هل السينيين لأول مرة قالوا أننا نعترفوا من شيء ترتوشوا لبرره أنه أضعف لشخص أنا ما عنده وصول إلا للسينوفارم قالوا يخي ياخد السينوفارم أنه ما مش هدا نفس هدا يوم عم نحكي نحنا إذا عندك اللوكس تنقي بين آو بي و سي دي بس مشكلة للكرة الأرضية هاك ولكن هل حكما يحمي من الدلتا بدرجة معينة أكيد ما في شيء ما بيحمي من الدلتا الدلتا إذ كورونا الدلتا منه فيروس جديد ولكن بدرجات معينة بس دلتا اليوم تحوله صار إذا بدك أزكى شوية صغيرة هل زكاء أو هالطريقة بأنه يتحيل على جهاز المناعة تبعك رح تكون مية بالمية ولا كأنه مرع عليك كورونا من قبل أكيد لا ولا ممكن بس أكيد لأنه متحور نتجة هو مثل تلك أهوان شيء باش تفهمها مثل البكتيري إذا بتاخد أنت بك أنتبيوتيك بس هي في ريزيستانس بس هي ريزيستانس مش معناتها ما بحياتك ولا دوء التهابات ما يشتغل عليك مية بزي وفيها البلانس هايدي أنا بتشكرك دكتور عيد عزار بالختام ماذا تقول للمسؤولين عنا بوزارة الصحة بالدولة بالمطار يعني بهالمرحلة هايدي شو لازم ينعمل لك إذا بدك بالاختصارة فيه شغلتان أساسيات أول شيء أنه نحنا بلبنان عنا شغلة منيحة خلي بالش بالإيجابة أنه نحنا بنشتغل أنه يبرفورم جود أندر براشور يعني نحنا إذا ما في مشكلة ما بنحل نحنا عادة هاك ممكن بس مش ناكي بس خربت الأمور وصارت الموجة الكبيرة وصارت الأمور هايدي إذا بترجع بتكون عم تعمل إعادة تقييم لوضعنا نحنا اللي عملنا مشبه بنتيجته مثل أوروبا وزمنا يعني حرام أكيد صار فيه وفيات بس كل الدول صار فيها وفيات ولما خربت فتحنا المستشفيات وعملنا اللي عملينا بس من ثاني ما نحنا عمنا مش الكبيرة بالبلد أنه نحنا ما منخطط للدام ما حدا له جلادة خلاص بقول خلصيت وبتصير تقول أنه إن شاء الله ما ترجع هادي هلا اليوم عم نعمل نفس الضعف ما عم نخطط لخطة مستدامة بلك تخطط لخطة مستدامة اليوم في شيء اسمه ترصد وابئة بده يصير شقفي شقفي من المجتمع ما فيه يكون مكتب صغير بوزارة صحفية ثلاثة أربعة موظفين عاديين على التلفون يعني هيدا اللي لازم يتفعل هيدا لازم يتفعل والبلديات والكوميونيتي لازم تاخدها جد يعني اليوم سلطات المحلية اللي هي بيئيدها لأنه نحنا ما منعرف شو بعرفك اللي أنت اليوم إذا أقول لك في سبعة ثمانية ومية عندهم دلتا مهمك تلحقهم إذا البلديات والسلطات المحلية ما عنده أضربة بالتتبع وإجبار الأشخاص أنه ينعزلوا وتعمل بي سي آر للي مش قدر يتفحق البي سي آر ما رح تقدر تضبط التفشي هذا الأمر أنا بتشكرك دكتور عيد عزار على هذه الإطلال الليلي معنا وعلى كل هذه المعطيات والمعلومات اللي أعطيتنا إياها عن دلتا عن المتحور الجديد من سلالة كورونا أهلا وسهلا فيك شكرا جزيلا